سمعتك تقول يوما إن الناس ستخرج من القبول بعد الموت يقول هود عليه السلام هذا صحيح في يوم القيامة يحيي الله الموت ويحاسبهم على أعمالهم تقول إننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما سننهض مرة أخرى يقول هود عليه السلام نعم أقول هذا وأنا على يقين منه إنما تدعيه مستحيل لا بعث من بعد الموت يقول هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عجيب أمر هذا الرجل يتهمه الناس بالجنون والسفاهة ويستمر في دعواته رغم ذلك إنه لا يجذب بكلامه إلا الفقراء المحرومين من نعيم الدنيا يمنيهم هو بنعيم الآخرة نعيم الآخرة أنا لا أفهم يقول يا سيدي أن هناك جنة سيدخلها المتقون بعد أن يقوم من الموت ومن الذي يوجد في جنته يعجب الناس يقول إن في جنته قصورا وأنهارا وحدائق تملأها الثمار الطيبة وحريات الحسان حسنا سأصنع أنا بمالي هذه الجنة على الأرض ما أكثر الجوار والذهب وما أسهل بناء القصور ستكون جنتي أفضل من الجنة التي يتحدث عنها هود يا هود أنت تحكي للناس عن جنة بعد الموت بينما أنا جنتي في الدنيا ويمكنك أن تراها بنفسك أدعوك لزيارتها لتتحسر على ما تدعو الناس إليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين يقول هود عليه السلام لا تتكبر على الله يا أمير عاد ولا تتعجل العذاب أين هذا العذاب الذي تحكي عنه؟ يقول هود عليه السلام لقد وقع عليكم غضب من ربكم وسيأتيكم العذاب عما قريب بدأت الأرض في الجفاف ولم تعد السماء تمطر والشمس تلهب لمال الصحراء وكادت الناس تهلك من العطش أشعر بالعطش الشديد تفضل يا سيد الأمير هذا خمر أريد ماء في الحقيقة إنه أقصد تكلم يا عمليق تعرف يا مولاي أن السماء لم تمطر منذ ثلاث سنوات والماء قليل سمعت أن الماء صار أغلى من الذهب في الأسواق ما دخلي أنا بهذا الكلام أريد ماء لماذا لا تطلب من الآلهة أن تجعل السماء تنطر قليلا؟ طلبت يا سيدي ولكن يبدو أن الآلهة ما زالت غاضبة لوجود هود بيننا وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فظنه القوم غيما ماطرا فخرجوا من بيوتهم فرحين سحابة كثيفة والأمطار فوق رؤوسنا ها يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائي شكرا للآلهة على هذه السحابة المنطرة متى تمطر السماء؟ الجو شديد الحرارة بعد قليل تمطر السماء وتلطف من حرارة جو يا سيد شداد هل تأخذنا معك إلى الجنة؟ الكل مدعوون عدا هود الذي يهددنا بالعذاب قال هود عليه السلام وأنا لا أريد أن أذهب إلى أرض لا يذكر فيها اسم الله لا تكادر يا هود ولا تنكر الحقيقة لقد هزمت أنت وأتباعك وها هو الدليل قال هود عليه السلام عن أي دليل تتحدث؟ السحابة التي ستمطرنا بعد لحظات قال هود عليه السلام إن ما تراه فوق رأسك هو ما استعجلته من عذاب الله أنت تخدعني هذا غير صحيح قال هود عليه السلام سترى الآن بنفسك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد العنيف القارس بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والنخاع والعظام لا أقدر على الوقوف يا ناجد وماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أدعو الآلهة لتفعل أي شيء آلهة؟ آية آلهة؟ الآلهة؟ هل نسيتها؟ إذها مجرد حجارة هل تسمع الحجارة؟ أو تدرك ما يدور حولها؟ أنت محتال وأنت أحمق خدعت نفسك قبل أن أخدعك يا نبي الله ما الذي يجري من حولنا؟ أجاب هود عليه السلام آية من آيات الله تعالى ريح فيها عذاب أليم ولكن كيف لا نحص بالرياح؟ وهي تهب من حولنا قال هود عليه السلام آية أخرى نراها ونشهد عليها ينجي الله المؤمنين ويصيب الكافرين وحدهم بالعذاب إن أختي منهم يا نبي الله قال هود عليه السلام إنها ليست من أهلك لأنها لم تؤمن بالله لكنها أختي قال هود عليه السلام ليست دمه والصنة الحقيقية بين الناس لقد غارق واحد من أبناء نوح عليه السلام لأنه اختار طريق الكفر وقربه من نبي الله نوح لم يشفع له الرياح تهب على الكفار منزهمين كاملين متى ينتهي تعذبه؟ قال هود عليه السلام هذا أمر يعلمه الله وحده اشتد هبوب الرياح كانت الرياح تتبع الكفار حيثما ذهبوا وتطاردهم في القصور والكهوف وتشق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئا إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم إنهم يعذبون منذ سبع ليال وثمانية أيام وأي عذاب؟ كفا كنت فقط أريد أن أعرف ما الذي يجري لأصحابنا من أهل عاد متى ينتهي هذا العذاب؟ لن ينتهي أبدا حتى إذا متنا سنعذب ونبعث لنحاسب ونعذب مرة ثالثة أنت تقول كلام هود وهل تذب علينا في شيء؟ أخبرنا بالعذاب وها نحن فيه ورغم كل ما رأوا من العذاب والآيات إلا أنهم أصروا على كفرهم وعصيانهم آه وصلت جنتي أخيرا جنة؟ إنها أشبه بالقبر رغم ما فيها من الذهب والجواهر فهي تغلو من الحياة يا ويلي ما هذا؟ إنه جسد مساعد عمليق كيف عرفت؟ عرفت من هذا الخاتم في إصبعه ولكن أين رأسه؟ وكيف لي أن أعرف؟ أيكون رأسه هو ذلك الرماد المحترق بجانبه؟ لا لا أريد أن يحدث لي ذلك أتوصل إليك أيها الرياح أنا لا أريد أن أموت وانتهى العذاب وأبيدت مدينة إرم كاملة بمن فيها ممن كفروا بدعوة سيدنا هود عليه السلام حتى ذهبت معالمها ولم يتعرف عليها أحد وكانت الريح هي عذاب قوم هود لقد انتهى اليوم الثامن من عذاب الكفار لا أكاد أميز شيئا من أسار مدينة إرم أين ذهب كل شيء؟ لقد انتهت الأعمدة العالية وصارت القصور الشامخة مجرد تراب قال هود عليه السلام اغتر قوم بقوتهم وبمدينتهم إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ونسوا أن القوة لله وحده وأن الخير بيد الله وحده وهذا هو جزاء الظالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية